معالجة الفقر ومواجهة البطالة وتقديم الخدمات والإصلاح الاقتصادي بالإضافة إلى مكافحة الفساد أولويات خمس وضعتها الحكومة في برنامجها الوزاري تقريرها النصف السنوي كشف عن إنجاز نسبة واسعة منها حيث تم إطلاق أكبر حملة للبحث الاجتماعي استهدفت مليوني أسرة فقيرة أنجز منها حتى لحظة إعداد التقرير مليون وأربعمائة ألف أسرة تم تسليم أربعمائة واثنين وتسعين ألف أسرة منهم مستحقات رواتب الرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى استرداد مائة وخمسين مليار دينار من أسر لا تستحق رواتب الرعاية استهدفت الشرائح الفقيرة وأتاحت فرص عمل العديد من الشباب والذين كانوا عاطلين عمل العمل وكذلك الذين كانوا يعملون بدون أجر أو كانوا يعملون بعقود مختلفة إضافة إلى استهدفت قطاعات خدمية منها قطاع الكهرباء قطاع الصحة قطاع التربية وكشفت الحكومة أيضا عن تمكنها خلال فترة قياسية من إنجاز خمس وعشرين مؤسسة صحية مختلفة وأربعمائة وأربع عشرة مدرسة في بغداد والمحافظات وتأهيل مائتين وسبعين كيلو مترا من الطرق الخارجية بالإضافة إلى الشروع باستكمال ستة وعشرين مشروعا وثلاثين حملة ضمن الجهد الخدمي للمناطق الفقيرة والمحرومة قبل إقرار أول موازنة اتحادية لها العمل على تفعيل الجانب الخدمي والمشاريع الخدمية السريعة التي برأي تلمسها المواطن العراقي في بغداد والمحافظات الباقية موضوع الصناعة موضوع الزراعة جانب التربو والقطاع الصحي كل هذه القطاعات برأي توزع العمل الحكومي باتجاهها من أجل إصار رسالة إيجابية على أن الحكومة جادة فعلا بخدمة المواطن مراجعة العقود السابقة الكبيرة وإخضاعها للتدقيق المالي والقانوني جزء من حملة محاربة جائحة الفساد التي أطلقتها الحكومة منذ بداية تشكيلها استطاعت خلالها من استرداد مئات الملايين من الأموال المنهوبة وإلقاء القبض وملاحقة كبار الفاسدين داخل العراقي وخارجه أحمد عرام العراقية الأخبارية بغداد